في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول ولد سيد الأنام وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي كل عام يحتف المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يحرصون على أحياء ذكرى المولد النبوي والوقوف على مناقب السيرة النبوية العظيرة عندما ولد الحبيب المصطفى في الشهر الثالث من شهور السنة الهجرية الإسلامية وتحديدا في الثاني عشر من شهر ربيع الأول أشرقت شمس الهدى فهو بدر أضاء المشرقين بنوره وتعطرت لقدومه الأجواء ميلاد سيد المرسلين محمد بن عبد الله الذي اختاره الله عن دون البشرية جمعاء ليكون خاتم النبيين ورحمة للعالمين كمبعوث أمي لم ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى ليقود دينا وسطيا معتدلا لم يكره أحد قط على الدخول به واعتناق عقيدته السمحاء إلا رغبة منه في تلمس الخير والشعور بالأمان الحقيقي دين يقوم على مبدأ المساوات وعدم التفرقة فهو لا يميز بين أبيض وأسود ولا بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى شريعة إسلامية معطاءة حمت الخليقة من براث الجهل والعصيان لينتشر بمجيئها النور والتقوى ويعم السلام الداخلي في كل نفس هامت بحب نبي الرحمة الذي قادها نحو الصلاح والفلاح الدنيوي حتى تبشر بقطف وفير الأجر وعظيم الحسنات التي سيضمها الكتاب بعدما تقدمه اليمين لتبلغ بطيب المآل وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين كما بلغ الأمين وسيد المرسلين المسلمون في شتى بقاع المعمورة لا يفوتهم ذكرى مولد النبي العدنان صلى الله عليه وسلم شكرا لله على إرساله للإنسانية كافة هدى ورحمة الذي وجههم لعبادة الله وحده وقام بنشر مكارم الأخلاق في مشارق الأرض ومغاربها فالمهتدون في كل مكان يحرصون على الاحتفاء بهذا اليوم المبارك لإحياء سنن الرسول محمد وسيرته النبوية العطرة التي تلهم العقولة وتستلهم منها الطريقة إلى الصواب ميلاد نبي الله ليس يوما عاديا ولن يكون عند أمة توحيد فهو يوم لميلاد أمة بأكملها أمة الإسلام التي فضلها الله تعالى على كل الأمم وجعل شعارها التوحيد لتقف بجموعها صفا واحدا موحدين متحابين ينتمون إلى نبيهم العظيم الذي استفاه الله تعالى من بين جميع العباد ليكلفه حمل الرسالة وتبليغ الأمانة ومع كل سنة يحجي المسلمون ذكر ميلاد نبيهم حتى يتسابقون في تقديم الخيرات والصدقات والاكثار من الصلوات عليه والاقتداء بأفعال حامل نبراس الهدى للبشرية ككل والتذكير بمناقبه الجليلة مستعينين بذلك نصرة لدينهم واهتداء بهدي شفيعهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لتلفزيون البحرين محمد رشيدات